السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث عن عوامل نهضة الأمم يأتي العلم دائما في المقدمة وعند الحديث عن التجديد والتطوير والحداثة يكون دائما أصحاب الفكر هم منارات التقدم وفي حواراتنا من مصر تأتي ملفات التعليم والثقافة في مقدمة الحديث مع المثقفين والمفكرين المهتمين بمستقبل التعليم والثقافة في بلدنا اليوم ونحن في بدايات عام جديد محملين بأمال كبيرة بمستقبل مشرق لأجيالنا فليس هناك أهم من الحديث عن العلم والجامعة ومستقبل التعليم وبالتأكيد ليس هناك أفضل من أن يحدثنا عن المستقبل أستاذ كبير انشغل طويلا بصناعة العقل وتنشئة الأجيال ضيفنا اليوم أستاذ ورئيس جامعة عظيمة مفكر صاحب منهج تقدمي في دراسة وتدريس فلسفة الأديان وفي تجديد الخطاب الدين المعاصر نسأله عن أحوال التعليم الطالب والأستاذ الجامعي والمناهج الحديثة عن مساحات الاتفاق والخلاف بين العلم والدين وبين التراث والحداثة وكيف يتعاون العلم مع الثقافة في صناعة المستقبل في بلدنا أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر